السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ نصر ربح عبر قناة الأستاذ الناجح تلاميذ الأولى متوسط نواصل معكم سلسلة دروس مادة الرياضيات واليوم سنكون مع ميدان الهندسة ومع درس منتظر سنركز فيه على ثلاثة عناصر وقبل أن أبدأ في شرح هذا الدرس المرشو منكم الضغط على زر اللايك وترك تعليق لكي يحفزنا على نشر فيديوهات أخرى ولمن يبحث عن بقية الدروس السابقة تجدون روابطها في صندوق الوصفة في أول تعليق على بركة الله نبدأ مع أول شكل هندسي ألا وهو المستطيل كيف أرسم المستطيل باستعمال الأدوات الهندسية أولا طلب منا رسم مستطيل طوله 8 سنتيمتر لاحظوا معي 8 سنتيمتر كيف أرسم الطول طوله 8 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر لاحظوا معي رسمت الطول كم هنا الطول 8 سنتيمتر لكي أرسم العرض ماذا أستعمل يجب أن أستعمل المثلت القائم أو الكوس لماذا؟ لأن العرض اسمعوا جيدا أعزائي التلاميذ العرض ما به يكون قائما قائما على ماذا؟ على الطول لاحظوا معي سأرسم العرض هكذا بلون مغاير هكذا ها هو العرض يشكل زاوية قائمة مع الطول لكن طوله كم؟ ماذا سنستعمل؟ نستعمل المستر لاحظوا معي هكذا مستر كم؟ 3 سنتيمتر عزيزة الميديك لكي تستفيد من هذا الدرس يجب أن تطبق معي أو يمكنك مشاهدة الفيديو ثم تعيده للمرة الثانية مع التطبيق بالأدوات الهندسية والورقة أمامك بعد ذلك رسمت الطول ثم العرض العرض هو كم أعزائي التلاميذ؟ 3 سنتيمتر بقي لي طول آخر وعرض آخر يمكن أن أستعمل الكوس أو المدور أنا أفضل استعمال طريقة المدور كيف ذلك؟ تابعوا معي أفتح المدور أو الفرجار على الطول وهو 8 سنتيمتر لاحظوا هكذا بنفس الطريق طبق معي و مع التكرار ستتعلم الطريق أضعوا الإبرة في هذا المكان أرسموا قوسا القوس الأول بعد ذلك المرة الأولى الطول ثم أنتقلوا إلى العرض أفتحوا فتحة المدور على العرض هكذا بعد ذلك أضعوا المدور أو الإبرة رأس الإبرة هنا هكذا وأرسم قوسا أخ نلاحظ أننا تحصلنا على قوسين متقاطعان في نقطة واحدة نرسم هكذا في نقطة تقاطع هاي نقطة تقاطع هنا أصل بين العرض والطول وعندي العرض هكذا بلون مغاير وأكون بهذه الطريقة حصلت على مستطيل طوله 8 سنتيمتر هذا 8 سنتيمتر أيضا ما يقابله يوازيه وأيضا يقايسه حتى هنا 8 سنتيمتر وبالنسبة للعرض العرض كم عندي؟ 3 سنتيمتر هذا يقايس هذا هذه ما وضعته هنا تسمى الشفرة ما معنى ذلك تؤكد لنا أن هذا الضلع يقايس هذا الضلع وهذا الضلع يقايس هذا الضلع الآن تعلمت طريقة رسم المستطيل كما قلت أن له أربع زوايا قائمة الآن أريد أن أحسب سأبدأ بالمساح المساحة مساحة المستطيل ماذا تساوي؟ مساحة المستطيل درسناها منذ التعليم الإبتدائي وقلنا أن المساحة تساوي الطول في العرض استعملت الحروف باللغة العربية أفضل لكي يفهم بني الآن سأطبق هل الطول عندي؟ نعم الطول هو 8 سنتيمتر في العرض عندي؟ نعم كم؟ 3 سنتيمتر وتساوي المساواة تحت المساواة 8 في 3 كم تساوي؟ 24 24 ماذا؟ لاحظوا معي عندي سنتيمتر سنتيمتر في السنتيمتر يعطيني سنتيمتر مربع تذكر دائما المساحة بالمربع سنتيمتر مربع أو متر مربع حسب الأطوال التي يقدمها لك الأستاذ هذه المساحة بعد ذلك ننتقل إلى المحيط المحيط هنا المحيط أعزائي التلاميذ ماذا يساوي؟ درسنا أيضا منذ التعليم الإبتدائي المحيط يساوي ماذا يساوي؟ عندي الطول زائد العرض في 2 بعد ذلك المساواة تحت المساواة الطول عندي أعزائي التلاميذ نعم الطول هو 8 سنتيمتر زائد العرض كم أعزائي التلاميذ؟ 3 أضع القوسين في 2 المساواة تحت المساواة 8 زائد 3 تساوي 11 11 في 2 تساوي 22 ماذا؟ سنتيمتر هل أضع سنتيمتر مربع؟ لا أعزائي التلاميذ المربع يوضع فقط في المساحة الآن أنهينا طريقة رسمي وحسابي مساحة ومحيط المستطيل ننتقل الآن إلى المربع طلب منا رسم مربع طول ضلعه لاحظ معي طول ضلعه 5 سنتيمتر هاي أرسم الخمسة سنتيمتر الأولى هذه الخمسة سنتيمتر الأولى بعد ذلك أستعمل الكوس لماذا؟ لأن المربع له أربع زوايا قائمة إذن الضلع مع الضلع يجب أن يشكلان ماذا؟ زاوية قائمة نرسم هكذا بعد ذلك نتأكد هذه زاوية قائمة يجب أن تكون زاوية قائمة الآن هذا خمسة سنتيمتر أيضا ماذا؟ هذا الضلع يجب أن يكون كم؟ خمسة سنتيمتر لاحظ معي يجب أن أرسم خمسة سنتيمتر هكذا خمسة سنتيمتر الآن أعزيزي التلمية ماذا أستعمل؟ أفضل أن أستعمل المدور نفس الطريقة التي استعملتها في ماذا؟ في رسم المستطيل لاحظوا معي أفتح المدور على خمسة سنتيمتر هكذا بعد ذلك أضع الإبرة هنا أرسم قوسا القوس الأول هذه أحسن طريقة أفضله بعد ذلك هنا أيضا أو كل أضلع متقايسة يعني سأفتح المدور على كم؟ على خمس أيضا أضع المدور هنا وأرسم قوسا ثاني بعد ذلك نلاحظ أن القوس الأول والقوس الثاني تقاطع في ماذا؟ في هذه النقطة بعد ذلك أقوم بإصال بين هذه النقطة تحصلت على ماذا؟ تحصلت على مربع كل أضلعه متقايسة أو متساوية وله أربع زوايا قائمة وكل ضلعين متقابلين متوازيين هذا خمسة سنتيمتر هذا خمسة سنتيمتر هذا خمسة سنتيمتر هذا خمسة سنتيمتر الآن أريد أن أحسب المساح أيضا المساحة المربع تعلمناها منذ التعليم الإبتدائي قلنا أن مساحة المربع تساوي طول الضلع في الضلع الضلع أو الضلع في الضلع قيص الضلع في قيص الضلع قيص الضلع عندي كم أعزائي تلاميذ؟ المساوات تحت المساوات خمسة سنتيمتر هنا أعود فقط الضلع كم؟ خمسة بعد ذلك المساوات تحت المساوات خمسة في خمسة كم تساوي أعزائي؟ التلاميذ خمسة في خمسة كم تساوي؟ خمسة وعشرون والوحدة ما هي؟ سنتيمتر أتضمي ساحة ماذا أضع معها؟ مربع نصل إلى المحيط المحيط سهل جداً محيط المربع ماذا يساوي؟ عنا طول الضلع في كم؟ في أربع لماذا؟ لأن المحيط هو ما يحيط بالشكل هذا الضلع واحد اثنان تلاتة أربعة الخمسة تكررت أربعة مرات ما معناها؟ الضلع في أربع مرات وتساوي طول الضلع كم يساوي؟ خمسة سنتيمتر في أربعة وتساوي المساوات تحت المساوات خمسة في أربعة كم تساوي؟ عشرون سنتيمتر هل أضع مربع؟ لا المحيط لا أضع فيه المربع طلب مني الأستاذ أن أرسم مثلة قائماً قاعدته اسمع جيداً قاعدته سبعة سنتيمتر لاحظ معي بدأت بالقاعدة كم قيسها؟ سبعة سنتيمتر والارتفاع في هذا المثلة القائم سنرسمه أو طلب منا أربعة سنتيمتر بما أنه مثلة قائم عزيزي التلميذ يجب أن ماذا؟ يجب أن يكون أن تكون يكون الارتفاع متعامداً مع ماذا؟ مع القاعدة أن يشكل معه زاوية قائمة سنرسمها كم؟ أربعة سنتيمتر أولاً نرسم قليلاً هكذا لكي نتأكد من أن المثلة قائم هكذا بعد ذلك نتأكد من قيسه أو من طوله وهو أربعة سنتيمتر أهم شيء الزاوية القائمة ثم نرسم أربعة سنتيمتر رسمت هذا أربعة سنتيمتر وهذا كم أعزائي التلميذ؟ سبعة سنتيمتر ماذا يبقى لي؟ سيبقى لي الضلع المقابل أو الوتر اسمه كما درسناه سابقاً نرسم الوتر هكذا لاحظ معي رسمت المثلة القائم الآن سيطلب مني حساب المساحة والمحيط مساحة المثلة القائم ماذا تساوي؟ عندنا المساحة ماذا تساوي؟ أحفظ معي جيداً القاعدة في الارتفاع على اثنان أو قسم اثنان وماذا تساوي؟ أين الارتفاع وأين القاعدة؟ القاعدة ها هي هذا هذا الضلع يسمى القاعدة وهذا الارتفاع يعني يرتفع هذا الارتفاع على اثنان لنطبق معنا القاعدة أعطاني نعم أعطاني قاعدة سبعة سنتيمتر فيه الارتفاع كم؟ أربع ها هو الارتفاع أربع على اثنان بعد ذلك المساوات تحت المساوات سبعة في أربعة كم تساوي؟ ثمانية وعشرون على اثنان وتساوي؟ ثمانية وعشرون على اثنان كم تساوي أربعة عشر أربعة عشر ماذا المساحة؟ سنتيمتر و سنتيمتر ماذا تعطيني؟ سنتيمتر مربع المحيط تل해 المحيط سهل جدا المحيط ماذا يساوي؟ يساوي مجموع ماذا؟ مجموعchild يعني الضلع هذا زائد الضلع هذا هذا الضلع كم قصة؟ yuk Sarai فقط كم قيس هذا الضلع المتبقي لاحظوا معي 8 سنتيمتر إذن لكي أجد المحيط ماذا أجمع أجمع القاعدة 7 زائد الارتفاع 4 زائد الوتر كم تساوي 8 سنتيمتر 7 زائد 4 كم تساوي 11 زائد 8 تساوي 19 سنتيمتر هل مربع لا أعيد محيط المثلة القائم هو مجموع أضلع فقط هذا زائد هذا زائد هذا لو طلب من حساب أو رسم دائرة مركزها دائرة مركزها ونصف قطرها مثلا لو نصف قطرها لنأخذ مثلا ثلاث ثلاثة سنتيمتر ها هي كيف أضع أول أرسم المركز وأحدد كم طلب مني هو طلب مني ثلاثة سنتيمتر أضع الإبرة في الثلاثة أو أضع الإبرة في السفر ثم أبحث عن الثلاثة برأس قلم الرصاص هكذا أمسك المدور بهذه الطريقة أضع الإبرة في مركز الدائرة وأرسم الدائرة هكذا لاحظ معي تحصلت على دائرة مركزها أو ونصف قطرها كم عزيزي التلميذ ثلاثة سنتيمتر لاحظوا معي نصف القطر هو من مركز الدائرة إلى أي نقطة من الدائرة هذا ماذا نسميه نصف القطر ماذا نصف القطر نصف القطر يساوي ثلاثة سنتيمتر القطر كم يساوي ثلاثة في اثنان يساوي ستة سنتيمتر هكذا الآن محيط محيط الدائرة ماذا يساوي يساوي بي هذه القيمة بي سأعطيها لك في القطر وماذا تساوي قيمة بي هي كم هايا سأكتبها لك هنا بي كم تساوي ثلاثة فاصل أربعة عشر وتوجد أرقام أخرى فقط نأخذ رقمين نحن نحتاج إلى رقمين فقط تساوي إذن بي كم يساوي ثلاثة فاصل أربعة عشر أعيد وأذكر هذه ثلاثة فاصل أربعة عشر لن تبحث عنها في أي مكان يعطيها لك الأستاذ في القطر كم أعزاء التلامين ستة سنتيمتر في ستة وتساوي تطبيقها على شكل عملية عمودية ثلاثة فاصل أربعة عشر في ستة ستة في أربعة كم تساوي أربعة وعشرون ستة في واحد كم تساوي ستة والإتنان ثمانية ستة في ثلاثة ثمانية عشر أضع الفاصل بعد رقمين وتساوي ثمانية عشر عشر فاصل أربعة وثمانون سنتيمتر هنا المحيط لا أضع مربع